لم تكتف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل بخلاف القانون الدولي بل زادت من وطيرة التضييق على المقدسيين حتى قطعت المساعدات المالية عن المستشفيات والمراكز الصحية خطوة تأسببت بعجز مالي وتدهور في صحة المئات من الفلسطينيين وعن تأثيره مباشر على ست مستشفيات الست مستشفيات بالقدس الشرقية هي عبارة عن العمود الفقري للنظام الصحي الفلسطيني الخدمات اللي احنا عمالنا منقدمها في شحة تانية بيقدمها بكل أنحاء فلسطين عمالنا منقدم خمسة مليون نسمين تأثير ذلك أنه عمالنا فعلا الدواء الغالي اللي احنا عمالنا منستعمله للعلاجات الكيموية لمرضانا من كل من قطاع غزة والدفة الغربية توقف تستغل الإدارة الأمريكية الأوضاع الصحية المتدهورة كوراقة ضغط على الفلسطينيين قيادة وشعبا لتمرير مخططاتها الهادفة لتقويض القضية الفلسطينية الأمر الذي يرى به المقدسيون ابتزازا فاقدا للشرعية الخطوة كانت معروفة لابتزاز الشعب الفلسطيني وتركيع الشعب الفلسطيني وبالتالي كان ردة الفعل أنه إلى سقرة وبئس المصير يعني ما رح تهمنا هذه المساعدات مع تأثيرها المحدود على عمل المؤسسات خمسة مليون فلسطيني على الأقل تتعرض حياتهم للتهديد في أعقاب قطع الولايات المتحدة مساعداتها المالية على خلفية السياسية انتهاك خطير يرى به الفلسطينيون تأثيرا على الجانب الإنساني من قبل دولة تدعي أنها رعاية حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم اشتركوا في القناة